لمزيد من المتابع ينضم إلينا من بنغازي مراسل عبدالعزيز الفاخري عبدالعزيز ما أهم ما خرجت به زيارة سيدة المنفي إلى اليونان نعم والزيارة بداية هنا توصف في الأوساط الشعبية والمحلية في ليبيا وإلى أنها زيارة غاية في الأهمية وبكل تأكيد لها أبعاد باستراتيجية وكذلك أهداف اقتصادية من زيارة رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد يونس المنفي إلى العاصمة اليونانية أثناء حتى هذه اللحظة لا يزال هناك اجتماع الآن مغلق يدور ما بين رئيس المجلس الرئاسي وكذلك الرئيس اليوناني وكذلك رئيس الوزراء اليوناني تم تباحث حول عدة قضايا والملفات ذات الاتمام المشتركة التي تجمع ما بين السلطات الليبية متمثلة الآن برئيس المجلس الرئاسي وكذلك الحكومة اليونانية الحديث الآن بشكل مباشر عن ربما استئناف خلال الأيام القادمة وربما الحديث الآن عن إعادة لترسيم الحدود البحرية ما بين ليبيا واليونان ولكن حتى هذه اللحظة لا يزال هناك العديد من العقبات إذا ما أرادت الآن أراد المجلس الرئاسي أن يبدأ بشكل مباشر ربما في إبرام اتفاقية لترسيم الحدود البحرية ما بين ليبيا واليونان بداية يجب الحديث أو ربما الآن إعادة النظر في اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت في وقت سابق ما بين ليبيا وتركيا وهذا الأمر ربما تتحدث الآن العديد من القوى السياسية في ليبيا لسيما وإلتيارات الإسلام السياسي على أن لا بد لابتعاد الآن من كل السلطات التنفيذية في ليبيا الآن عن المساس بالاتفاقية الموقعة ما بين المجلس الرئاسي السابق ورئاسة فائز الصراجة وكذلك الرئيس التركي رشاد طيب أردوغان بكل تأكيد هذه ربما الحديث الآن عن مناكفة سياسية تتم بين رئاسة المجلس الرئاسي رئاسة الحكومة حكومة الوحدة الوطنية الآن والسيد عبد الحميد البيبة متواجد في تركيا للتأكيد على مدى صحة تلك الاتفاقية وكذلك إبرام المزيد من الاتفاقيات بينما نرى على الضفة الأخرى رئيس المجلس الرئاسي سيد محمد يونس بنفي متواجد الآن في اليونان والحديث على عدة قضايا ربما أبرزها الآن ربما إعادة ترسيم الحدود البحرية ما بين ليبيا واليونان شكرا جزيلا لك عبد العزيز الفاخري مراسل غد كنت مع عبد البنغازي شكرا جزيلا لك